شكراً جزيلاً لك إن شاء الله يحوظ عليك هذا اللي يكتر أقوله أسعد من جدة أخوي أسعد أخوي أسعد معي أخوي أسعد طيب أبو عبد الرحمن السلام عليكم أتفضل يا أخوي أسعد السلام عليكم أستهلك عن المعدنية مثل السماح حقهم أنا سمعت المعدنية وش اللي بعدها ما أدن؟ معدنية وش سؤالك عنها بس؟ أستهلك عن السماح حقها متى أو أرباع حقها؟ الأرباع حقها طيب شكراً جزيلاً لك أخوي أسعد أبو عبد الرحمن من رياض أي شكراً أبو عبد الرحمن سم تفضل عدوك يسف هلا أخوي فيصل حياك أبو عبد الرحمن هلا فيصل هلا أخوي أبو عبد الرحمن كيف حالك طيب؟ الله يطول لعمرك جمع الحالي الله يشعر الله يسلمك ودي السفس الله يعرفيك بس عام الكابلات الله يعرفيك تفضل أبو عبد الرحمن قصر الاتصال قصر الصوت لو سمعت حق عشان بس لاين قطع الاتصال بس أيوة قصر لي التلفزيوعة شوي طيب معك معك تفضل ودي بس أخوي سؤال عن الكابلات بس وش سؤالك؟ السؤالي بس إحنا وارطين فيها وانا ندل وش مستقبلها وش كم شاريها بسعر كم؟ شاريها والله من الزمان من الثلاثة السبعين أي والآن ثلاثة السبعين ريال والحين؟ والحين باربع وعشرين تقريباً طيب أنت تسأل هل تطلع ولا ما تطلع من السهم قصدك؟ شكراً جزيلاً لك شيء ثاني أبو عبد الرحمن؟ بس الله عافيك الله عافيك شكراً جزيلاً بشكل سريع نجاوة عشان معك باقي وقت أستاذ يوسف فهد من طائف يتكلم عن معادل المجموعة أشوفكم مسجلهم ما شاء الله أيتهم سرعة بس حتى بالنسبة للمجموعة الدعم الجيد طبعاً على المستويات الـ 21 طبعاً المسارة ما زال تصاع بأخبارها الربحية فيه شوية زيادة كان الشهر الماضي أعلنت عنها فبالتالي لا زالت ساهم جيد عنده ربحية طبعاً الساهم كان ربحية أكتر بكتير من بضع سنوات ولكن قالت راجع الربحية الساهم شوية كليلاً لكن مساره مسار إيجابي بالنسبة للمعادن الاتجاه ما زال كمان صاعت نقطة الدعم على مستوى الـ 16.2 طبعاً هذا الدعم القوي عم نحكي احنا هلا الآن الساهم يعني لو وصل لمساره هذه بيشوف فيه دعم جيد ويكون فيه ارتفاع في السمارة الأعلى مؤشرات الثانية إيجابية الساهم في مسارة تصاعدة له تقريباً حوالي من شهر مارس تقريباً حوالي 8 شهر هو في مسارة تصاعدة الساهم فيه ناصر من الطايف يقول فيه آخر الدقاق اليوم كان فين خفاض او اطفال الارتفاعات اللي كان السوق وصل عنده 610 نقاط انخفضنا حتى وصل المؤشر اللي ما اغلق عليه 625 نقطة ما السبب؟ سبب فيه بعض المتداولين هني مضاربين بالسوق استفادوا من كانوا عارفين انه يعني السوق لابد انه يكون حالة نفسية جيدة وايجابية وهذول يحبوا يبيعوا يصرفوا يعني مضاربين يوميين هل هذا عدم ثقب بالغد؟ لا هي ما هي عدم ثقب بس فيه منهم بيجنوا ارباح يومياً يعني فيه بعض استراتيجيات بالسوق انه ما يحبوا يحملوا اسهم لليوم لبعد يعني يشروعوا يبيعوا سواء ربح خصارة يطلعوا اخر النهار هذول مضاربين يكونوا يوميين وهذا اللي حصل شايفوا انه فيه صعود كانت جيد حاولوا نصرفوا كبيهات يتكلم على المحللين أيضا بانهم يجب مآقبة المحللين قد تكون انت احدهم نعم هذا موضوع كتير مهم يعني وانا كتير مسرور سؤال هالسؤال هيدا المحلل عنده اول شي يعني حسابه قدام ربه لما يطلع على التلفزيون يحكي لازم يحكي بصدق اللي هو يشوفه اللي هو يعني يحس وجهت نظره بس ما يكون يكون فيه دراسة كتير عميئة وراها لانه بعد ما يكون حسابه يعني عند ربه فيه عنده حساب كل هالمشاهدين عم بيشوفه يمكن الان عالبثي عندك يعني عشرات الوروف يمكن عم بطلعوا ومئات الوروف عم بطلعوا على الحلقة هذي وكلمة خطأ او كلمة ما هي محلة او مش مدروسة او ما هي صحيحة هذي هتخرب بيوت كتير من اللي يلحقوا هالمحلل لانه المحلل ما يعطي توقعاته انه المؤشر مثلا قد يكون متجاه الى مستوى معين لابد ان يقول اسباب وراها توقعات هذي يعني هل يترى من ناحية حالة نفسية او هل يترى التحليل الاساسي او الفني بشير بس لازم يفسر ليها المؤشر متجاه لمستويات هذي لانه يعني المشاهدين بس يسمعوا وكتير منهم بتأثروا بيحكي محلل اذا كان عنده اتجاه واحد والمحلل اجمالا لازم يعطي الانجابيات والسلبيات يعني في ما يعطي السلبيات فقط وما يعطي الاجابيات فقط صحيح هو يعطي السلبيات والاجابيات وخلي اللي اللي عم بتابعه او المشاهد هو اللي يخده القرار بس ما يوجه السهم ولا يوجه السوق ولا يوجه افكار المشاهدين لانه عنده يعني هناك محللين يوجهون اللي يمكن قد تكون طريقة حكيون بتوجه فلازم يكونوا حذرين محللين كيف يحكوا كل كلمة محصوبة وكلمة وحدة كلمة وحدة وانا يعني اتفق معك في هالكلام ولكن اضيف ايضا انه في مشاهدين حقيقة يسمع اول كلمة وينسى الباقي والله زي الحين انا سألتك ما رأيكم بالسوق تقول السوق جيد وحتى في القادم الايام جيد هو يفهمك على انه بكرة بس لا تتكلم ممكن على مدة طويلة بتفصيل كلامك الفتحة الزمنية لازم تنعطها هل يترى على في عنا اربع مستوية زمنية يعني المدى اللحظي في عنا خلال اليوم المضربة بس انا بقول لازم المشاهد لازم المشاهد هذا الرسال لك عزيز المشاهد لازم انت تشوف وتسمع كلام المحلل ولكن في النهاية انت تبيع وتشتري بحسب وجه نظرك في نفس الوقت بناء على ثقتك في هذا الرجل اللي قاعد يحلل السوق وبعدين لازم تفهم كلامه حرفيا اذا قالك السوق جيد على مدى طويل معناها بعد سنة سنتين ثلاثة على ما هو بعض المشاهدين اذا انخفض بكرة نفس الشركة انخفضت 2% بدأ يسب ويلعم ويشتم في هال المحلل والرجل كان يقصد فترة طويلة هي مسألة حقيقة لابد منذكرها عموما بس عشان تفضل بالنسبة للنقطة اللي ذكرت لتعرض البنوك المحلية لازمة دوباي انه قد تكون الارقام اكبر طبعا ما في شيء من مصادر موثوقة بتشير على انه ممكن تكون اكبر ولو احد ذكر كانت تكون هذه مبنية على معلومات مميزة معلومات داخلية ما فينا نحكي فيها على التلفزيون وهي ما انا ما ادري عن اي معلومات يعني غير اللي صرح فيها من مواقع رسبية ام محمد من مكة تتكلم على اساس انه دار الاركان خذتها في عشرين وعدلتها وتعدل في سبتعاش الان ما ايضا ستتعاش وثلتعاش كيف هل تبدأ في السهم او تبقى مدة طويلة ممكن انه يعدل شيء او السهم يرتفع او انها تخرج في فرص ثمارية افضل طبعا دار الاركان من الوقت ما اجرز بالسوق هي في مسار تنازلي كان في شوية صعود بين شهر مارس وشهر ثلاثة وشهر ستة من العام الحالي لكن مساره مازال افقي عم تعرض شوية لبعض الضغوط طبعا اي عقار دخل في الامة الدفترية دخل وقت شراء العقار بهذاك الوقت بس ما تظهر الامة الحقيقية الا ما العقار ما يباع السهم رايح افق الان بقي الانما ومعي دقيقة بس عشان نخلص بالنسبة للانما بسرعة الانما رايح كمان نفس الاتجاه يعني مسار افق تقريبا على مستويات الدعم على مستويات تقريبا الـ 13.2 لكن ما في يعني ما بشي على اي صعود قوي طبعا هم بانك حديث وبدوا وقت لي يأسس حاله كمانول خالد من طايف كمانول كمانول طبعا في مجال على خبرتك سيد يوسف يعني هذه الشركات الشركة في عليها اقبال عشراء كتير حصل تقريبا من شهر مارس في مسار تصاعد الدعم عندها على مستويات الـ 15.4 البترو كمانوليات اسعارا عالية اذا نطلع على اسعار البترو كمانوليات على بعض المواقع يعني منشوفها على السوق الدولي منشوف ان اسعار البترو كمانوليات مرتفعة كتير مازالت الى الان فهذا متوقع انه تعطي ايجابيات لأي شركة في مجال يعني المملكة بعد الاخبار بعد الاخبار التي ظهرت هل هي مناسبة للبقاء فيها او انها فرض تتوقع ارتفاع السهم طبعا المملكة هي الدخل طبعا بيجي تقريبا من ثلاث مصادر رئاسية اول شي بنك السيتيجروب اللي هو تقريبا بيمثل حوالي 47-48% كان من الانت تتوقع يكون هناك ارتفاع بعد الاخبار هذه تعتبر ايجابي طبيعي السوق الدولي ما تأثر كتير بالقرار والسهم تقريبا دون الاربع دولار معدنية معدنية تقريبا اتجابيات